مرحبا برج العذراء بشكل عام قبل ما أدخل في الكارتات اليوم لحد الآن قراءة برج العذراء هي المفضلة لدي لأن الطاقة فيها طاقة أمور تحدث معنا طول الوقت ولكن أحنا نخلي مشاعرنا تغلب على عقلنا فهي القراءة مثال جيد لهذا النوع من المشاكل اللي نشوفها في الحياة أول كارت سبب الفراق ثريف بنتيكلز مع كوين أوف وانز أرى أنك أنت يا برج العذراء أحتمالي لكون العكس بس اللي أشوفه هني أن أنت كان دخولك قوي في حياة الحبيب كنت داخل حياته بكل عزيمة وأصرار أنك تغير جوانب تعمل معه على تغيير أمور في حياته روتينه اليومي اللايف ستايل أو طبيعة حياته وطبيعة عمله كنت داخل بقوة يعني تب تغير الأمور اللي معاجبتك في الحبيب الأمور اللي يبغي لها تطوير وانتباه أنت داخل بقوة وأيضا أشوفك شوي عنيد وعندك رؤية معينة للأمور ولازم الأمور تمشي حسب اللي أنت تشوفها رح أخلي الكرت شذي عشان نشوف كرت الحبيب أو سوري سبب التأخير كينغ اف وانز ناين اف بنتيكلز هذا الشي لم يفلح عشان شذي صار انفصال الحبيب كان ردة فعلة أنه كان ملتزم ووضح لك أنه يحب يحافظ على حقه في حياة العزوبية يعني يحافظ على حريته حياة الخاصة الأمور اللي تعود يسويها حياة العزوبية بكل خياراتها وجمالها والحرية اللي فيها الحرية ناين اف بنتيكلز طاقة الشخص الأعزب الذي يتمتع بكل البذخ والرخاء والفرص في الحياة أنت حبي تتغير من طريقة حياة الحبيب من أسلوب حياته نمط حياته هذا الشخص طالعك في عينك وقال لك لا الأمور لن تمشي بهذه الطريقة معي أنا وهذا هو سبب التأخير أنت ملتزم بحقك في تغيير ما لا يعجبك في الحبيب والحبيب ملتزم بالإبقاء على حقه في حياة العزوبية وحق التصرف القراءة شوي مضحكة بالنسبة لي المهم نروح إلى مساعرك تجاهها تخير مثل القصة أنت لم تتوقع هذه ردة الفعل من الحبيب ما توقعتها صدمتك غيرت بالنسبة لك أمور كنت يمكن تشوفك شريك لأنه عندنا الكينج ولكوين اثنينهم من نفس الفئة فكنت تشوفك شريك ومساوي لك شخص تقدر تبني معاه حياة ولكن ردت فعله من هذا كل موقف خلت تغييرك خلت تفكيرك يتغير بخصوص هذا الشخص فإما أنك قررت أن تخليه يحتفل يرجع لحياته الطبيعية ثري وفكوب سيرجع لحياته الطبيعية وترحل أنت عنه لأن شنك تقول ليس من العادل أن أكون أنا في حياتك وفي نفس الوقت الآخرين والسهرات والسفرات وحياتك العادية كعزوبي موجودة أيضا ليس من العدل فأنت أتوقع أنك قررت أنك ترحل أو عطيت اختيار احتمال هالسخص في الفترة السابقة اختار خطأ اختارني احافظ على حياة العلاقات المتعددة والسهر والتعارف والتواصل مع الآخرين فهذا اللي سبب الرحيل مشاعر نحوك بعد ما أنت رحلت رحض هاي الصورة بعد ما أنت رحلت هذا الشخص كل الخيارات التي كانت موجودة أمامه لا تسعده بعد الآن تعيس وحس أنه خسر السبب الحقيقي الوحيد لسعادته ألا وهو أنت هو فعلا حافظ على حياة الطبيعية التي لم تكن موجود أنت فيها ولكن خسرك أنت فأسوأ مخاوفة تحققت لأن لم يتوقع أنه عندما يخسرك أنت يخسر هذا الكم من السعادة أو هذا الكم من الاستقرار فوجد نفسه مضطر أن يختار مضطر أن يقطع أشخاص مواقف عادات معينة في حياة السابقة عشان يقدر يحصل على سعادته معك لأن إذا ما سوى هالشيء هو عارف هو عارف إذا لن يستخدم سيفه ويقطع هذه الأشياء أنت لن تعود أو المياه لن تعود إلى مجاريها بينكم نية مثل ما قلت لك هو راح يسوي هذا الشيء يقطع الآخرين ولكن خلال نوضح شيء معين عندما يتعود الشخص على أسلوب حياة معين جدا من الصعب أن يتخلى عنه عندما يتعود أن يرجع إلى المنزل ويلاقيك فيه ويكون سعيد معك بس في نفس الوقت يكون عنده حياة ثانية حياة فيها جمالة عمل صديقات بغض النظر عن أسلوب حياته الخاصة ولكن يحتفظ بالأثنين في نفس الوقت التغيير من هذا النوع صعب فأراه فعلا سوف يختارك وفعلا أنت سبب سعادته الرئيسي ولكن سوف يكون حزين بعض الشيء لأنه مضطر يترك الخيارات الأخرى أو يقوم بالكثير من التضحيات في سبيل أن ترجع علاقتكم مثل بعض أو تأسسون مع بعض شيء مستقر عشان يخلي العلاقة تستقر معاك رح يضطر أنه يخسر أشياء لو كان الأمر بيده يعني ما رح يتخلى عنها ولكن لأنه أنت أعطيته مثل الألتميتم خيار يا أنا يا حياتك السابقة أو حيات الخيارات المتعددة عندك ولكن في الوضع الطبيعي هذا الشخص لن يقوم بالاختيار الخطوة القادمة في حياته بعد ما يتخلص من هؤلاء الأشخاص أو العادات السيئة عنده في الماضي محتمال تكون عادات سيئة لأنه ما شفت كرت الدفل محتمال تكون مجرد أشياء أنت لا تعجبك الحبيب أو في نمط حياته محتمال تكون أنت محاضب هو متحرر أو العكس بعد ما يصير هذا الشيء إن شاء الله أرى أن أنتو اثنينكم علاقتكم راح تكون متجهة نحو استقرار أكثر بداية جديدة هذا الهدوء والاستقرار الذي ستواجهونه بعد الانتقال من هذه المرحلة راح يخلي الحبيب مستعد أن يعرض عليك شيء أكثر من الالتزام اللي قاعد أسمعه كلمة الالتزام يعني احتمال يكون ارتباط خطوبة يتقدم للزواج سعلا يقوم بالخطبة أو بكتب الكتاب فهذه هي المرحلة القادمة بالنسبة لك ولكن عندي نصيحة أخيرة في قلبي سمعتها أثناء خلط الأوراق لازم أقولها لك ما بين السابق كنت أنت العذراء Queen of Wands والحبيب King of Wands أثنينكم عندكم شغف وأثنينكم تحبون التحكم وأثنينكم عنيدين وأثنينكم قويين في رأيكم ونظراتكم للأمور ولكن حس التارو يقول لك أن العكس من الذكاء أنك تكون عقلاني أكثر يعني خلي الحبيب يطلق العنان لنفسه في بعض الأمور عطى حريته ولكن استخدم ذكائك العاطفي كن أثكى مننا عاطفيا كن أقوى مننا عاطفيا كن المرساة العاطفية التي تثبت العلاقة يعني عطى كم معين لازم تعرف الكم المعين من الحرية والثقة لكي هذا الملك أو هذا الشخص لا يحس أنه خسر جزء مهم من حياته ومن نفسه في نفس الوقت لا تعطيك كل الحرية لتكون العلاقة صائبة أو بدون حدود لازم تعرف البلانس استخدم ذكائك العاطفي لكي تكون أنت الأقوى في العلاقة فنحتاج لنا شوي تغير منطقتك منطقة queen of wands عنيدة تحب الأفعال تحب التدخل تحب تلقي الأوامر إلى الذكاء العاطفي الدبلوماسي وراح أسحب لك آخر كرت يا برج العذراء هو كرت النصيحة كرت نصيحة لبرج العذراء في قراءة عودة الحبيب أول كرت يسقط أو ينقلب هو بالعادة الذي أختاره نصيحتك اليوم بالضبط أكثر شي قاعد يشد انتباهي في هذا الصورة الارتباط بين التنينين يعني هم مستبطين ولكن ليس لدرجة الاختناق في جزء من الحرية هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه عندهم نوع من الحرية فأرى أنك مثل ما قلت لك تقريبا نفس الرسالة اللي قلتها لك لازم تعرف الحد الصحيح الأمونت الصحيح الكمية الصحيحة من الثكاء العاطفي من أنك تجمع بين الحرية وبين الالتزام مع الحبيب بين أنك لازم تعطيه ثقة كمية من الثقة في نفس الوقت تطلب كمية من الأداء تطلب كمية من الالتزام منه أنت يقعد مع نفسك وحدد ما هو ما هو البلانس الصحيح التوازن الصحيح عشان تقدر تنجح العلاقة مع هذا الشخص شخص أحب حريته شخص هو ليس لعب ترى خلا نوضح نقطة واحدة هذا الشخص ليس لعب هذا الشخص يحب يجدد طاقته بالتعرف والاحتكاك مع أشخاص عديدين يحب أن يكون حوله الكثير من الأشخاص يحصل على اهتمام هذا الشيء يساعد أن يجدد طاقته فلما يرجع البيت يكون حبيبك أنت أو لما يرجع لك إذا كنتوا غير متزوجين هو يعلم بأنه أنت الحبيب أنت المنزل أنت المأمة بالنسبة له لأنه يثق فيك ويثق في قراراتك يعني وصل لمرحلة الاحترام والثقة وليست لمرحلة الأوامر والطلبات يعني عرفت فاكسب ثقت هذا الشخص خلي يحترمك واحترمك خلي الثقة والاحترام يكون متبادل عندما تتخلص من هذا الشد الشد اللي أفعل ولا تفعل هنا أنت راح تكون أنت والحبيب في السلام ترجمة نانسي قنقر